هيا يا أطفال هيا نماتيا وقوم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكايا بيها عبرة حكمة مثل معلومات وبيها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مرحبا مرحبا يا أطفال مرحبا بكم في حصتكم مع أعمو ياسي والأطفال كذلك لم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الحضور كما أنتم عبر موقعي الأنترنت أعمو ياسي بوان كوم بتدقت على زرار شارك في حصتنا إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح الأنترنت تكتب أعمو ياسي تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك فرحلين لكم هنا أعمو ياسي أسعد باستقبالكم يا أحبائي الأطفال على باركم باللي اليوم رأكم في حلقة خاصة هذه الحلقة راح تصادف ذكرى اندلاع طورة التحرير شكو يقدر يعرف شكو يقدر يقول لي وقتاش اندلاع طورة التحرير الوطنية وقتاش اندلاع تعالى 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 وليدي كم اسمك؟ اسماعيل وانتك من اسماعيل؟ من القلعة وليدي فازم اخير الناس وقتاش اندلاع تطور التحرير؟ 1 نوفمبر 1954 برافو 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 تسفيق عليه تفضل تفضل اذا طورة التحرير اندلعت في 1 نوفمبر 1954 طورة نوفمبر المجيدة وين تسكني بنتي؟ مدينة الورود مدينة الورود يعني البوليدة الله يبارك ما حال في ا Murad ما حالأن happens واسمك؟ ماريا وظلنا نظروا كيف تكون صديقنا واسمك صديقي محمد ما حال في أمورك؟ 9 9 9 9 9 وين سكن؟ من أدرار يوجد أدرار How old youMy 9 9 where is destiny؟ مدينة الورود خيار الناس خيار الناس أحبائي عمو يزيد حبي يستهدفكم من كل الولايات يا ربوع الوطن تكونوا حاضرين معنا كانوا ولايات عديدة يا حاضرين معنا إذن مرحبا بكم مرحبا بكم في بداية كل حلقة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا رسائلكم ليقراهم عمو يزيد هنا في الحصة وانتم إلا حبيتوا ترسلنا معلكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد منكم بالضغط على زرار أراء وملاحظات وعمو يزيد رح يستقبل رسائل تعالكم بش يقرها إذن استقبلوا معي سهيب ساعي البريد تعالى أوليدي تعالى 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 وش رأيك وش رأيك سهيب لباس لباس حق الله وش بتلنا اليوم البريد بريد الأطفال حطوا الله في العلبة البريدية شكرا شكرا أوليدي إذن سهيب يجبنا رسائل تعالى أصدقائنا الأطفال بش نقرأ لهم مع السلامة مع السلامة سهيب مع السلامة أحبائي قبل ما نروحوا اللغز لكم السنوفيه كامل اليوم عمو يزيد زيادة على الأغنية المفاجأة اللي رح نغنيوها مع بعض بمناسبة طورة التحرير عمو يزيد دار أغنية جديدة هذه الأغنية تتغنى بالجيش الوطني الشعبي على بلكم أحبائي بالجيش التحرير الوطني وهو اللي حرر الجزائر الكفاح عن التطورة كانت منظمة كانت كان فيه جزء إداري وكان جزء عسكري اللي هو جيش التحرير الوطني وبعد الاستقلال صبحوا اسمه الجيش الوطني الشعبي حامل حدود يا أخي يا حبائي حامل جزائر تغنوا كامل معايا جيشونا من أعالي الجباد السفوح والتلال همة الأبطال عزيمة الرجال من أعالي الجبال بالسفوح والتلاك همة الأبطال عزيمة الرجال جيشنا فخرنا صون البلاد همنا جيشنا عزنا عيش النظام سرنا أنت فخر البلاد أنت مجد العباد أنت ذخر لنا أنت أمن لنا جيشنا فخرنا صون البلاد همنا جيشنا عزنا عيش النظام سرنا في ذكرى الشهيد تاريخنا العتيد أراك قدوتي أمني وعزتي في ذكرى الشهيد تاريخنا العتيد أراك قدوتي أمني وعزتي جيشنا فخرنا صون البلاد همنا جيشنا عزنا عيش النظام سرنا في البواد والحدود شعاره الصمود يا رمز الوفاء يا معانى الإخاء في البواد والحدود شعاره الصمود يا رمز الوفاء يا معانى الإخاء جيشنا فخرنا صون البلاد همنا جيشنا عزنا عيش النظام سرنا جو وبحر سلاحك عتيد نظر وشعر تاريخك مجيد جو وبحر سلاحك عتيد نظر وشعر تاريخك مجيد جيشنا فخرنا صون البلاد همنا جيشنا عزنا عيش النظام سرنا برافو 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 شكرا 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 يا أطفال اللي تحقوا بالأماكن تعكم؟ أحبائي جيش التحرير الوطني هو كان الذرع المسلح لطورة التحرير لحروا البلاد وبفضلهم أنا مستقلين اليوم رحاوا بالنفس والنفيس وعندي مفاجأة لكم من بعد أغنية أخرى واستمرارية جيش التحرير الوطني هو الجيش الوطني الشعبي حماة الحدود فخرنا الأمن تع بلدنا إذن أحبائي تحية التقدير للجيش الوطني الشعبي حارس الحدود واللي بفضله الجزائر عايشة في حمان عندي لكم سؤال سؤال اليوم يقول متى تم وقف إطلاق النار قبل الاستقلال طورة التحرير بعد جاء تاريخ وقف إطلاق النار وبعدها جاء تاريخ الاستقلال هي جيش تقبل الاستقلال بأشهر تاريخ وقف إطلاق النار هو تاريخ معروف إذن فكروا أنتما والأصدقاء اللي عم يشوفوا فينا عبر التليفزيون يقدروا يشاركوا عبر موقع الإنترنت عمويازيت.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيت.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارات ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن أحباء يا بلبي شاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة انتم والأصدقاء اللي رمي يشوفوا فينا وإحنا نروح ودركان اكتشفوا شخصية عالم مسلم معروف جدا هو ابن سينة مع خديجة تفضلي خديجة تفضلي إذا تحية الخديجة تحية تحية تفضلي بنتي تفضلي سلام عليكم أصدقائي سلام عليكم هل تعرفون شخصية ابن سينة؟ اليوم سنتعرف عليها أكثر عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء ولد في أصفهان بالقرب من بخارة في أغسطس سنة تسعمائة وثمانون ميلادي وتلقى تعليمه في السنوات الأولى على يد أبيه ولما بلغ عشر سنوات كان ابن سينة قد أصبح حافظاً للقرآن مثل ما حفظ الكثير من القصائد العربية وغيرها من الأعمال الأدبية وحين بلغ الثامنة عشر من العمر مضى يواصل دراسته بنفسه وهكذا حصل معرفة معمقة في علوم الطب والشريعة وقد سمح لابن سينة بدخول مكتبة غنية في قصر السمنديين بعد نجاحه في علاج الأمير نوح بن منصور السمندي من مرض عجز كل أطباء عصره المشهورين عن علاجه حتى إذا بلغ العشرين من عمره توفي والده فرحل أبو علي الحسين بن سينة إلى جرجان وأقام بها مدة وألف كتابه القانون في الطب ولكنه لما لبث أن رحل إلى همدان فحقق شهرة كبيرة وصار وزيرا للأمير بعد وفاة شمس الدولة عام ١٠٢٢ رحل إلى أصفهان جنوب طهران وفيها أنهى كتابه القانون في الطب كما أنهى أيضا كتابه الشهير الآخر كتاب الشفاء وحظي برعاية أميرها على الدولة هناك أصاب جساده المرضى واعتل وعلم أنه لا فائدة من العلاج واختسل وتابه وتصدق بما لديه من مال للفقراء وتوفي في يونيو ٢٣٧ ميلادي في سن الثامنة والخمسين من عمره ودفن في همدان إيران رحمه الله شكرا 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 خديدا شكرا إذن أحبائي ابن سينة عالم جليل عالم في الطب عالم مسلم نعتزه بكل العلماء ماذا عليكم؟ مقبلة تكلمنا على طورة التحرير عمو يازيد غنينا أغنيات كانت هدية العدد والآن نروح الفقرة أغنية اليوم اللي هي جدي لو تحكي جدي عن أرضي المليون واجوبوا بنته تقولوا يقولها بنتي مهما تعدي أكثر من مليون إذن ترحموا على المليون ونصف الشهداء اللي ضحاوا في سبيل هذا الوطن إذن يلا تغلوا كامل معايا جدي لو تحكي جدي أغنية اليوم Jet de lo teohki jadde عن أرضي المليون علي ماتوا على أرضي ما ننسى مهما يكون جدي لو تحكي جدي عن أرضي المليون علي ماتوا على أرضي ما ننسى مهما يكون بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أربي يرحم يرحم رب الكور بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أربي يرحم يرحم رب الكور موسيقى قال العربي بالنمهيدي مفيشي علينا صاب مفيشي علينا صاب إذا قمنا للتخليدي خلوا الثورة بيد الشعب خلوا الثورة بيد الشعب جدتي لو تحكي جديد عن أرضي المليون اللي ماتوا على أرضي لاني ساعدوا مع مليون بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكور من بلعيد بالسدبيري قاد الثورة في نوراس قاد الثورة في نوراس تهليلي والتكبيري ضح حبا وإخلاس ضح حبا وإخلاس جدي لو تحكي جديد عن أرضي المليون اللي ماتوا على أرضي ما ننسى بهم مهما يكون بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكور اخو الرسالة سبعنا واجيب ضحي ونموت بسعيش بلادي فرحانة وعدو ربي موت يموت وعدو ربي موت يموت جدي لو تحكي جديد عن أرضي المليون اللي ماتوا على أرضي ما نتسامى ومهما يكون بنتي يا مهما تعطي أكتر من مليون اللي ماتوا على أرضي يرحم يرحم رب الكون برافو 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 شكرا إذن أحبائي يرحم يرحم رب الكون شهداءنا الأبرار اللي ضحاوا بالنفس والنفيس بسبيل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة مش رأيكم نروحوا لألعاب الخفة تحبوا ألعاب الخفة إذن يلا نروحوا لألعاب الخفة مع عمو السليم لجنة مدينة بيجاية يلا عمو السليم تفضل تفضل إذن أحبائي رح نروحوا لألعاب الخفة مع عمو السليم لجنة مع الصديق ثاني وبيتشو إذن رحبوا عمو السليم وبيتشو تفضلوا 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 لا تفضلوا إذن آغاول اشتركوا في القناة 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 امو يزيد اشتركوا في القناة 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 خير الناس احكينا ركتة تعكلتي اخترى واحد شراكب عنده شحال ملي شراكبش اه مبارتيك كينها لحقا دهار العيد اه قالوا قلوا شفوا ذلك كبش يبكي قالوا علشك تبكي قالوا وقتش الناس قاع شراكبش وحنا مش ريناش برافو برافو تعالي تعالي بنت يروح تعالي تعالي ما اسمك بنتي مونة مونة وين تشكني مونة فشلف فشلف حكينا لكي تعالي بنتي واحدة اليوم الزارة في الزوجة مع العصفور صحابتها بدأوا يضحكوا لها قالوا لها انتي كبيرة تزوجي مع واحد صغير عليك ملا قلت لهم وهم بيلوت اه بيلوت شكرا 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 احبائي الحقنا دركاء ركن الرسائل ونقرر رسائل تعكم اللي اتبعتهم لي عبر موقع الانترنات عمو يزين كوان كوم بالضغط على زرار اراء وملاحظات اذا بوبي شفنا رسائل تعا اصدقائنا الاطفال شكرا 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 تحية البوبي تحية 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 شكرا بوبي نقرأوا الرسائل اللي جابهم الناس صديقنا ساعي الباريد اذا الرسالة الاولى بوعريشة حنان 28 سنة كان اصدقاء حصت مع ميزيد كبار تاني مرحبا بهم من ولاية عنابة مدينة برحال قد كم انا احبكم كثيرا احب عمو يزيد واريد المشاركة في الحصة مرحبا بك مرحبا بك بنتي ان شاء الله هنت اصل بك وجيت حضري معنا 28 سنة كلنا اطفال وكلنا نحب الطفولة مرحبا بك بنتي اذا الرسالة المولية عراب آية ست سنوات من مدينة ارزو مدينة ارزو من ولاية وهران قلت لكم انا احبك كثيرا يا عمو يزيد واريد المشاركة في الحصة مع الاطفال شكرا شكرا آية عراب من مدينة ارزو من وهران سوف نتصل بك حتما الرسالة المولية لحسن موسى 13 سنة مدينة باريكة ويراية باتنا قلكم عمو يزيد انا اريدك ان تأتي الى ويراية باتنا ارجوك بالطبع بالطبع لحسن موسى 13 سنة مدينة باريكة بالطبع سوف ازوركم في مدينة باتنا ومدينة باريكة كذلك يعني مشتاق لكم الرسالة المولية بالقسم بحاجي بحاجي بالقسم 19 سنة من مدينة تيميمون ويراية ادرار قلكم اعجبتني الحصة اروح حصة شاهدتها مع عمو يزيد ربي يخلك لنا ربي طول عمرك يا بالقسم بحاجي 19 سنة من تيميمون تحياتنا لكل سكان تيميمون ويراية ادرار شكرا 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 احبائي رسالة المولية كما تجي تحضري معنا والامنية تاك هي امنية نحن كذلك باش تجي تحضري معنا اذا انتم ما كذلك معلكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد بون كوم بالضغط على زرار اراء وملاحظات لحقنا درك ركن الجواب عن السؤال ولا عن اللغز اذا احبائي وقتاش تاريخ وقف اطلاق النار قبل الاستقلال شكرا يعرف لك التاريخ تعالي بنتي تعالي رواحي تذكرهم باسمك مونة مونة وينتش كده بشلف بشلف وقتاش تاريخ وقف اطلاق النار عيد النصر 19 مارس 1962 برافو 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 شطرة شطرة اذا عيد النصر هو في يوم 19 مارس 1962 هو تاريخ وقف اطلاق النار اعطي الهديتها شطرة شطرة بزاف هدي شطرة شطرة اذا بنتي شيبس مهبول يعطيك هذه الهدية الجميلة ان شاء الله تسفدي بها تفضلي بنتي شطرة شطرة تحية 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 احبائي احبائي ناجي تعال 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 ناجي اروح وليدي اروح اذا ناجي رسلنا بخمس قاسيبات من علم حلي برامي وجاي احتفل بعيد ميلادو احنا نغنولو عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا يروح يجيبونا القاتون تعو يلا ايه تغنوا معي تعالوا تحقوا بيا كامل تعالوا تعالوا نغنولو عيد ميلادك احلى عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد شرح يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا يسأل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات يسأل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها بي لا حلوى يا محلاها بسمك أنت زيبناها بي لا حلوى يا محلاها بابا وبابا يدعولوه وصحابه ويبرقولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سنة حلوى سنة حلوى سنة حلوى يا جميل إذن عمو يزيد إشاء الشمعة دلوا معي العدد التنازول يدركها كامل إذن حداش عشرة ستعة تمانية ستعة ستعة خمسة وربعة ناشة شوش واحد يلا تبقنا الشمعة برابو 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 إذن أعطينا الشهادة تاعو ناجي محمد حسن عمو يزيد يهدي لك هذه الشهادة هي الشهادة إنجاح تصوير حيثة مع عمو يزيد تحتفظ بها كذكرى وانتم كذلك كل واحد منكم رح ياخد شهادة كهذه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حيثة مع عمو يزيد أعطينا الهدية تاعو إذن مدام جمعت خمس قاسيمات من علب حليب رامي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفد بها وانا مبقى لي إلا نقول لكم بقوة الخير ستنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيبي في نفس التوقيت نحبكم يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزن وحلل ودع يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد جينا لحصة عمو يزيد وحصة مليحة للأطفال جيتم لأيت أبو مردس أجبتني بزاف حصة عمو يزيد نشكر الحصة عمو يزيد اللي لبتنا الرغبة تعاولادنا وهذا شرف لنا كبير باش أولادنا يجوا لهذه الحصة التغذية ثقافية باش يستفادوا منها ونشكر هذه الحصة واشكر عجبتني بزاف الحصة عمو يزيد كل يوم ثلاثاء على الساعة الخامسة مساء نتفرجها أنا وأبنائي نحبوها بزاف ونتعلمو منها بزاف